كابتن خياني نبتدي بالمشروع وتفاصيله مشروع تتشاف المواهب بالنادي الأهلي تمام طبعا يعني النادي الأهلي طبعا مؤسسة عريقة يعني أرى 907 من أقدم المؤسسات الرياضية في مصر مش غريب عليها اللي هو التعاقد الجميل اللي عملوه طبعا وأنا يمكن من أشد المعجبين بالموضوع ده لأن يمكن تخصصي من خلال وجودي في منطقة القيارة المسئولية طبعا يعني مسابقات الناشئين والبرائم في مصر تعتبر طبعا يعني فرع القاهرة ده من أكبر الفروع لاتحاد الكرة المصري وبعاني من مشاكل كتيرة بالنسبة للناشئين والبرائم والحقيقة يعني من خلال عملي في المجال ده مشكلتنا الأساسية أن احنا عشان نوصل لمنتخب مصر الكبير بلعيبة مميزة ونحقق نتائج ده المفروض ما يجيش من فراغ ما يبقاش قبل أي إفنت بس بنلم اللعيبة ونعمل منتخبات ونجيب مش عارب مدربين كبار حتى على مستوى عالي الإصلاح لازم يجي من القاعدة نفسها قاعدة البرائم والناشئين البرائم لازم تاخد اهتمام كبير جدا جدا في كل حاجة لأن انت البرائم الصغير أولا إزاي تكتشفيه يعني وإزاي كمان الولد الصغير ده ممكن يكون كل اللعبة الصغيرة أو الولد الصغيرين بيبقوا عشان لعبة الشعبية الأولى في مصر طبعا هي الكورة فكل عايز يلعب كورة وهو ممكن يبقى مؤهلاته وقدراته الفنية والبدنية تناسب لعبة تانية من هنا جي تفكير طبعا للنادي الأهلي وده مش غريب على إدارات النادي الأهلي على مختلف طبعا العصور دايما بتفكر لقدام ودايما بتبقى سابقة أي حد في مصر في الخطوات دي وخطوات جدية مش كمان كلام لا ده بيفكر وبياخد بالأساليب العلمية وبيفكر لقدام والحاجات دي بتبقى محتاجة مشروع مبقاش في يوم الليلة أن أنا عايزة أجيب ناشئ كويس أو لعيب كويس أو أعده للمسأل الفرقة الكبيرة أو منتخب مصر ده لازم يجي من القاعدة من هنا طبعا الإدارة فكرت أنها تعتمد أو تجيب ناس متخصصة لأن الكلام ده عايز تخصص لأن مشكلتنا برضو الأساسية في مصر عموما هي عدم التخصص يعني كله مشتغل أي حاجة صح كله مشتغل في كله